ما هو سبب الأمطار الغزيرة والعواصف التي تضرب مناطق من الجزيرة العربية؟ وهل يمكن لهذه الأمطار أن تزداد أو تقل في السنوات القادمة؟ وهل أنبأ النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الظاهرة وربطها بأرض العرب؟ وما العلاقة بين أرض العرب وقيام الساعة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أمطار في أماكن متعددة تشهدها الجزيرة العربية خلال السنوات الماضية ولكن هذه السنة 2024 كانت الأكثر غزارة والأكثر عنفا الحقيقة رأينا بعض العواصف بعض الرياح السريعة جدا بعض الحوادث أيضا حدثت بحيرات تتشكل بحيرات صغيرة جديدة تتشكل الآن في الجزيرة العربية في أكثر المناطق جفافا على مستوى العالم منطقة الربع الخالي الآن تنزل كميات من الأمطار وتتشكل مجاري لأنهار صغيرة وبحيرات صغيرة لماذا أيها الأحبة؟ أول شيء أحبة في الله ينبغي أن نضع حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمام أعيننا هذا الحديث والله إنه ليشهد بصدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قبل ألف وأربعمائة سنة كان الجفاف يضرب الجزيرة العربية لا يستطيع إنسان أن يتخيل أن أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا كما كانت في الماضي يعني لم يكن هناك إمكانية لأحد أن يتنبأ أن هذه الصحراء الجرداء القاحلة وبخاصة منطقة الربع الخالي سميت ربع خالي لخلوها من الحياة تقريبا الأمطار كانت تغيب أحيانا عشر سنوات أو أكثر عن مثل هذه المناطق الآن كل سنة يعني منذ سلاء يعني بخاصة الثلاث سنوات أو الأربع سنوات الأخيرة بدأت هناك جبال تخضر بدأنا نرى في أرض العرب حيث المنطقة الأكثر جفافا في قبل 1400 سنة رأينا الزهور تنبت الآن رأينا أعشاب رأينا الإبل ترعى في هذه المراعي مروج وأنهار بدأنا نرى ملامحها طبعا بعض العلماء أيها الأحبة فيعتقد أن عودة أرض العرب مروجا وأنهارا هي أمر مؤكد مئة بالمئة هذا علميا نحن نتحدث حسب دورة المناخ المعروفة عالميا ولكن هذه الأمطار تسرع هذه العملية بشكل كبير لو أن معدل الأمطار استمر كما هو مثلا قبل مئات السنين استمر كما هو ربما نحتاج إلى آلاف السنوات لتعود أرض العرب مروجا وأنهارا ولكن هذه الكميات الكبيرة التي تنزل تسرع اخضرار أرض العرب بشكل كبير أضعاف مضاعفة لذلك المتوقع أيها الأحبة علميا نحن نتحدث أن تزداد هذه الأمطار في السنوات القادمة لماذا؟ نحن لدينا شيء اسمه الاحتباس الحراري ما هو الاحتباس الحراري؟ أرضنا أيها الأحبة خلق لها الله غلاف جوي رقيق جدا قشرة رقيقة مثل قشرة التفاحة هذا الغلاف الجوي عندما تضربه الشمس يحتبس أو يحبس كمية من الحرارة من ميزاته أنه يحبس الحرارة فتبقى درجة الحرارة معتدلة على الجانب المضيء والجانب المظلم القمر ليس له غلاف جوي فعندما تضربه الشمس في الوجه المقابل للشمس الوجه المضيء ترتفع درجة الحرارة أكثر من 100 درجة مئوية على الجانب الآخر تنخفض إلى أقل من 100 درجة مئوية تحت الصفر بسبب عدم موجود غلاف جوي يحبس الحرارة ما الذي حدث في العصر الحديث هذه العملية تتم بشكل متوازن عبر آلاف سنين في المئة السنة الأخيرة بسبب الثورة الصناعية وسبب الحروب والتجارب النووية واختراع السيارات والطائرات وسائل النقل ملايين من الأطنان من الملوثات تضخ كل يوم كل يوم تضخ هذه الملوثات فأصبح هذا الغلاف الجوي ملوثا ما معنى ملوث يعني نسبة غاز الكربون أو ثاني أكسيد الكربون أو الأكسيد الكربون أكاسيد الرصاص أكاسيد الكابريد أصبحت مرتفعة طيب أصبحت مرتفعة ماذا حدث؟ أصبحت أصبح هذا الغلاف الجوي يحبس الحرارة أكثر لم يعد نقيا كما في الماضي أصبح يحتبس هذه الحرارة يحبسها مثل تخيل أن لديك سقف زجاجي والشمس تخترق هذا المكان عندما تغيب الشمس تبقى هذه الحرارة موجودة في الغرفة لفترة لساعات محبوسة هنا كلما زادت نسبة التلوث وهذه الغازات يزداد حبس الحرارة يعني لا تتخلص الغرفة من الحرارة بسهولة هذا ما يحدث على الأرض تسمى الاحتباس الحراري طيب ما الذي يفعله هذا الاحتباس؟ ما الذي يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الأرض أو معدل درجات الحرارة يرتفع؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أخي الحبيب خلل في توزع الرياح وخلل في تبخر الماء لأن الماء سيتبخر أسرع صح؟ كلما زادت الحرارة الماء يتبخر أسرع الرياح ستضطرب لن تكون متوازنة كما في الماضي ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها هذا التلوث هو نوع من الفساد البيئي والله تعالى قال في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون فإذن عندما يحدث تحدث هذه الاضطرابات في الطقس الكثافة كثافة الهواء تختلف سرعة الرياح أو توزع الرياح يضطرب تبخر الماء يضطرب يعني يزداد كثيرا أو ينقص كثيرا حسب هذا الاحتباس الحراري أو حسب التلوث وبالتالي فإن طريقة نزول الماء تختلف توزع خريطة المطر على الأرض تختلف سبحان الله إذن عندما يزداد الاحتباس الحراري تضطرب خريطة توزع الرياح تكثر الزلازل تكثر الكوارث يختل التوازن البيئي وبالتالي تضطرب خريطة توزع الأمطار وهنا لابد أن أتوقف مع حديث نبوي عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه أو يصرفه يعني الله يوزع هذا الماء كما يشاء على مستوى الأرض كمية المطر شبه ثابتة كل عام ولكن أين يحدث الخلل أو أين تحدث الاضطرابات في عملية توزيع الأمطار يعني مثلا أوروبا معروف أن هناك كمية كبيرة من الأمطار كانت تنزل عليها في السنوات الماضية القليلة حدثت بدايات جفاف في أوروبا وتحدثنا عن هذا الأمر فكمية المطر التي من المفترض أن تنزل في أوروبا مثلا عندما حدث هذا الخلل في توزع الأمطار ذهب قسم منها نزل في مناطق صحراوية مثل أرض العرب أو الجزيرة العربية وبالتالي مع زيادة التلوث كل سنة سيزداد هذا الاضطراب ستزداد كمية الأمطار ولكن بالنتجة ما الذي سيحدث نحن نعلم أن أي منطقة صحراوية مهما كانت أرض ميتة إذا نزلت كمية كبيرة جدا من الأمطار لسنوات متتابعة ستتحول إلى جنة خضراء لذلك هنا نتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحدثنا عنه كثيرا ولكن اليوم نحن نراه يتحقق شيئا فشيئا أو نرى علامات تحققه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا هناك أنهار بالفعل تتشكل هناك مروج تنمو وتزدهر والكلمة النبوية الغريبة هنا في الحديث تعود حتى تعود لم يقل حتى تتحول أو حتى تمتلئ بالجنات والأنهار وهو صحيح لو قال ذلك ولكن كلمة تعود تدلك على أن أرض العرب كانت في الماضي مروجا وأنهارا وستعود كذلك وكانت ناسا أرسلت قمر الصناعي إلى الجزيرة العربية وقامت بدراسات على الأرض وجدت أن الجزيرة العربية كانت قبل خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف سنة يعني بقي من عشرة آلاف سنة إلى خمسة آلاف سنة كانت تعج بأنواع الحياة كانت مليئة بالأنهار والبحيرات كان فيها غابات تمتد لمئات الكيلومترات كان هناك فيلة هناك مخلوقات عديدة كانت بيئة خصبة مثل غابات الأمازون اليوم هذا الكلام هو حقيقة يقينية لأن العلماء عثروا على آثار تدل على ذلك وبسبب دورة الطقس كما قلنا هناك دورة للطقس تتكرر كل تقريبا عشرين ألف سنة فهذا الأمر وبسبب الأحداث والتلوث والاحتباس الحراري والتسارع الأحداث فإن أرض العرب هذه أو الجزيرة العربية ستعود مروجا وأنهارا كما كانت تدريجيا متى الله أعلم قد يكون بعد عشر سنوات عشرين سنة مئة سنة يعني لا تستطيع أن تتنبأ ولكن لو تأملنا العشر سنوات الماضية أن كل سنة تنزل كمية من الأمطار السنة التالية أكثر أكثر السنة التالية أكثر يعني الآن في في الفين واربعة وعشرين رأينا أمطار غير مسبوقة في آه مناطق من عمان والإمارات أمطار لأول مرة تسجل آه رأينا مثلا آه أمطار في مكة ذاتها أيضا لأول مرة وفي مناطق متفرقة كل هذا المطر أخي الحبيب أين يذهب إنه يختزن تحت الأرض وإلا أين يذهب ولا يتبخر كلهم يتبخر جزء صغير منه ولكن معظم هذا الماء يختزن في الأرض يتحول إلى مياه جوفية آه آه ينعش الأرض يحيي الأرض بعد موتها آه يعني نحن نعلم أن آه الصحراء لو نزل عليها المطر سنوات متتالية وبغزارة كبيرة تتحول إلى جنة خضراء وبخاصة أن الجزيرة العربية أصلا فيها بذور الحياة التي كانت قبل خمسة ألاف سنة قبل أن يضربها الجفاف عثر العلماء على غبار طلع وحبوب لقاح وأشياء كثيرة في رمال الجزيرة العربية عثروا على أنهار مدفونة دفنتها الرمال عثروا على مناطق بحيرات كانت تعج بالحياة والأسماك والماء ذات يوم لذلك والله أيها الأحبة يعني أنا بالنسبة لي أرى هذا أمر شخصي أرى أن مثل هذه الأمطار تدعو للتفاؤل صحيح قد تدمر بعض الممتلكات قد تقتل بعض الناس والأجال بيد الله ولكن إذا نظرت على المستوى البعيد ترى بأن هذه الأمطار هي أمطار فيها خير وهي ملامح لجزيرة خضراء سيعم الخير على أهل هذه المناطق وبالتالي أنا أرى فيها الخير وأرى في هذه الأمطار أيضا اقتراب للساعة والمؤمن على فكرة المؤمن يفرح بقرب لقاء ربه معظم الناس يظن أن أن الساعة إذا كانت قريبة يخاف يخاف من الموت بالعكس أخي الحبيب أنت إذا كنت مؤمنا حقيقيا أول طموح وهدف في حياتك هو أن تلقى الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فإذا اقتراب الساعة بالعكس عندما تقترب الساعة هذا راحة للمؤمن أما الكافر طبعا لا يحب لا يحب لقاء الله يكره لقاء الله ويكره الآخرة ويكره يحب أن يتمسك في الدنيا حريص على الدنيا طيب ماذا أفعل أنا كمؤمن عندما أعلم أن الساعة قد تكون قريبة هذا يدعوني أن أعود إلى الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا يعني عندما قال هذا الكلام هو يريد أن يحذرني يقول لي أنظر احذر إذا رأيتك بدايات اخضرار أرض العرب أعلم أن الساعة تقترب فسارع إلى التوبة سارع إلى العودة إلى الله عد إلى الله ارجع إلى الله أكثر من العمل ولا تحزن مدام لقاء الله قريب فهذا يدعوني للفرح لأن لقاء الله أخي الحبيب والله الإنسان العاقل يحمد الله على نعمة القيامة يحمد الله أن هناك يوم قيامة يوم ترد فيه المظالم ستأخذ حقك كاملا إذا ظلمت في الدنيا ستأخذ حقك يوم القيامة إذا عانيت من جوع ومرض ومشاكل في الدنيا وكنت مؤمنا صابرا محتسما سيعوضك الله بجنات تجري من تحتها الأنهار يوم القيامة لذلك وجود يوم القيامة ووجود الآخرة هو نهاية لتعاسات الدنيا نهاية للأحزان والمشاكل والهموم وبالتالي نفرح بأن الساعة قريبة هذا الأمر ليس أمرا محزنا بالنسبة للمؤمن الدنيا سجن المؤمن فقيام الساعة أو موت المؤمن هو إطلاق صراحيه من هذا السجن هو لحظة تحررك الحقيقية من الدنيا ومشاكلها ومخاوفها وظلمها وهمومها لحظة التحرر هي الموت وبالتالي لا تخشى من الموت أخي الحبيب اخشى من ذنوبك خف من ذنوبك إذن خلاصة هذا اللقاء الحديث النبوي فيه معجزة أولى نراها تتحقق اليوم اخضرار أرض العرب معجزة ثانية أنه تنبأ بأن أرض العرب كانت كذلك وستعود كانت في الماضي والعلم أثبت ذلك شيء الثالث والأهم هو تذكر باقتراب الساعة أن تعود وترجع إلى الله سبحانه وتعالى عسى الله عز وجل أن يتقبل منا جميعاً نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق